معارك لها اوجه عديدة تشترك فيها اكبر الدول المهيمنة في العالم احتدام سياسي بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة الامريكية من جهة اخرى فبعد اعلان وزارة الدفاع الصينية في يوليو الماضي ان بحرية الجيش الصيني والبحرية الروسية ستنفذان دوريات مشتركة في الاجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادي اعتبرت واشنطن ان تدريبات الصينية الروسية قبالة الاسكا لا تشكل اي تهديد للبلاد مناورات مشتركة بين الصين وروسيا اعتبرها خبراء تؤكد وجود تحالف قوي بين روسيا والصين مشيرين في ذات الوقت الى ان اي صراع قادم في اسيا سيكون طرفاه الصين وروسيا في جانب والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في الجانب الاخر وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الصين والولايات المتحدة اعلنت وزارة الدفاع التايواني ان الصين ارسلت سفنا بحرية ومجموعة كبيرة من الطائرات المقاتلة باتجاه الدولة الجزيرة وذلك لمواصلة ضغطها العسكرية على الجزيرة وذكرت الدفاعات التايوانية ان جيش التحرير الشعبي الصيني ارسل ثلاثة وثلاثين طائرة حربية حلقت عبر خط الوسط والى الجنوب الغربي من تايوان اضافة الى ست سفن بحرية معارك لا تنتهي اوجه حدتها ففي الوقت الذي تشتعل الاوضاع بين اطراف عديدة لم تكن كوريا الشمالية على بعد من هذه التوترات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون دعا الى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب قادمة وحثى على زيادة انتاج الاسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية اجواء وسياقات اقليمية دولية يشبه التوتر والاضطراب يرى من خلالها مراقبون ان كل طرف يمارس الضغط على الطرف الاخر سواء كان من خلال تحالفات عسكرية مشتركة قد توسع التوترات بين الاطراف او من خلال مناورات عسكرية تفتح باب المواجهات على الارض اشتركوا في القناة